يسوع المسيح هو العلاج كيف أتحرر من ذاتي كيف أتحرر من الظلمة من الإدمان من التسلط على حياتي فأول شيء أنا محتاج أن أدرك أنه كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ولكن أكبر مشكلة للإنسان هي مشكلة الذات لكن كان علاجها في الصليب عالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية وفي غلاطية إصحاح 2 والآية 20 مكتوب مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله في غلاطية 5-24 الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات ثم في غلاطية إصحاح 6 والآية 14 وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم فإذن الصلب هو يبطل جسد الخطية يميت الذات واللذات والشهوات وحب العالم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم وابتأخذنا مش بس من السلبية إلى الإيجابية الحرية في المسيح المحبة للمسيح والطاعة للمسيح أصبح حياتنا إلها معنى إلها قيمة من خلال يسوع المسيح يسوع هو المحرر الأعظم يحرر من الخطية يحرر من العادات القبيحة يحرر من روح العنف ويحرر من روح الغضب ويحرر من العصبية من التهديد من الوعيد من الصراخ من الصخط من الصياح المسيح يحرر من الرغبات الأنانية من ذواتنا من شهواتنا من طلباتنا رغباتنا اللي هي فقط للذات من الشهوات الردية من الزنا من الطمع يحررنا من الإدمان سواء إدمان الكحول أو إدمان المخدرات أو إدمان حتى السجاير إدمان من الكلام القبيح بحررنا من الغضب بحررنا من الكراهية لأنه من يكره يبقى في الظلمة أو يبقى في الموت أيضا فهو المحرر الأعظم يسوع كمان بحررنا من نموس الخطية بحررنا من التقاليد البالية المسيح بحررنا من كل شيء لا يمجد الله فهو المحرر الأعظم تعرفوا المسيح حرر كتير ناس بخدمته على الأرض حرر واحد كان مسكون بألاف الشياطين كان يجرح نفسه ويصيح ويسكن القبور ولكن عندما حرروا المسيح كان جالسا وعاقلا فعلا المسيح هو المحرر حرر مريم المجدلية من سبع شياطين وأصبحت مؤمنة وتلميذة للرب يسوع وتبعت يسوع إلى الصليب الرب يسوع حرر المرأة الزانية هنا في منطقة الهيكل أرادوا أن يرجمها فقال لهم من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر الكل ترك قال لها وأنا لا أدنكي اذهبي ولا تخطئ أعطاها الحرية قال يسوع المسيح لسمعان عن المرأة الخطأة غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا فإذن يسوع المسيح هو المحرر الأعظم ترجمة نانسي قنقر